السلام عليكم يا رب كلكم تكونوا بخير هنحط في الاول معلقة صغيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر نص كوباية من الحليب الدافي وهنستعمل نفس الكوباية في كل المقادير نص كوباية من الزبادي هنقلب كله مع بعض لجايت لما ندوب الخميرة والسكر بعد كده هنجيب 3 كوبايات بنفس الكوباية برضو من الدقيق هنحطهم بقى بالتدريج حط كده شوية وبعدين هنقلب المكونات الاولانية مع الدقيق وبعدين هناخد شوية تانين من الدقيق برضو مش هنحط كله لازم نسيب شوية لان انواع الدقيق بتختلف من نوع للتاني بعد كده هنحط نص معلقة صغيرة من الملح هنقلب بقى المكونات ونعجنهم كده مع بعض شوية وبعدين هنضيف عليهم الزيت الزيت اللي عندنا ربع كوباية أو 6 معالق كبار من الزيت انا استعملت هنا زيت الزتون ممكن نستعمل اي نوع زيت نباتي بعد ما هنضيف الزيت هنعجن بقى باستمرار لمدة تقريبا خمس دقايق لغاية لما تبقى العجينة طرية وممتازجة كويس جدا انا هنا محتاجتش الثلاث كوبايات كلهم احتاج الثلاث كوبايات معادة معلقتين اتنين كبار من الدقيق العجينة معانا طرية خالصة هي بس ما بتلزاش كده دول المعلقتين الكبار اللي اتبقوا من الثلاث كوبايات هنبلي قدينا بنقطة من الزيت وهنغطي العجينة وانسيبها في مكان دافي لجاية لما تخمر في الوقت ده هنحضر الحشوة هنستعمل فيها بصلة متوسطة واحدة من الفلفل الاخضر حبتين من الطماطم فصين توم نص واحدة من الفلفل الاحمر ومعاهم كوباية من اوراق البقدونس او تقريبا نص حزمة من ورق البقدونس هنقطعهم في الاول وبعدين هنحطهم في الكبة او في الخلاط وهنخلطهم كويس جدا جدا مع بعض بعد ما خلطناهم هنجيب ربع كيلو او 250 جرام من اللحمة المفرومة وهنجيب الخليط اللي احنا حضرناها نحطه على اللحمة ونحط عليه بقى البهارات معلقتين اتنين صغيرين من الملح والبابريكا معلقة صغيرة من الفلفل الاسود الكمون الكسبرة الارفة والسماء ثلاث معالق كبار من الزيت ومعاهم معلقة كبيرة من صلصة الطماطم المركزة ومعلاقة كبيرة من ديبس الرمان هنقل بقى كله مع بعض كويس الحشوة كده تبقى جاهزة هنغطيها ونحطها في التلاجة لجاية لما نحضر العجينة وبفكركم ان دايما المكونات كلها هتلاقوها مكتوبة في اخر الفيديو كده العجينة بعد ما خمرت هنشيلها بقى من الطبق ده وهتلاقي ان هي عجينة طرية جدا في منتهج جميل هناخد بقى العجينة دي وهنقسمها ليه كرات تبقى قد بعض في الحجم انا عملتها هنا على سبع كرات حجم الفطيرة الوحدة يعني كانت متوسطة في الحجم الهاي كبيرة قوي والهاي صغيرة قوي فكانت بالنسبة لي كويسة جدا دي كده اول كرة هنكمل بقى لجاية ما نكملهم كلهم سبع كرات هنحطوهم على طبق مرشوش بالدقيق ونغطيها ونسيبها تخمر لمدة تقريبا من عشر دقايق لربع ساعة بعد مرور ربع ساعة هنجيب شوية كده من الدقيق هنرشهم وهناخد واحدة منهم وهنفردها بالشكل اللي احنا شايفين هنفردها بحيث ان سمكها يبقى رفيع لان احنا عايزينها بعد كده يبقى سهل ان احنا نلفها بعد ما تستوي ده السمك بتاعها بتبقى رفيع جدا بعد كده هنحطها على صنية الفرن ياما عليها ورق الخبز او مدهونة كويس بالزيل بعد ما هنفردها هنعملها كده بالشوكة برضو لان احنا مش عايزينها تخمر ولا ترتفع في جوه الفرن بعد ما هنشويكها بقى كويس هنجيب الخلطة اللي احنا جاهزناها وهنحط منها معلقة ونص أو معلقتين اتنين كبار من الخلطة بتاعة اللحمة على كل واحدة من العجين ده بعد ما هنحط اللحمة هنوزعها كويس خالص اللي بحيث انها تبقى مغطية العجينة كلها مفيش اي حاجة من العجينة تبقى بينة وتبقى طبقة اللحمة طبقة كده رفيع هندخلها فرن سخن على حرارة من 200 أو 225 درجة رفق اللي في النص لمدة تقريبا ربع ساعة اول ما بتطلع بقى من الفرن وهي كده سخنة بنروح وشايلنها على طول وحطنهم فوق بعض ومغطيينهم بفويل ومعا كمان بطبق أو بغطى حلة المهم ان احنا لازم نغطيها وهي سخنة عشان تطرى ويسهل بعد كده ان احنا نلفها تبقى طرية وجميلة وكده خلاص بقت جاهزة معنا بعد ما غطيناها تقريبا 10 دقايق بعد ما استوت بتبقى راحتها في منتهج جمال وطعمها حلو جدا ان نفسي كلكوا تجربوها لانها فعلا تستاهل انها تتجرب يا رب يكون عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وقالكوا بقى مع السلامة واشوفكم ان شاء الله المرة جاي